أريد أعرف من هو هذا اللي سوى الانفجار الخيط الأول عودة التفجيرات بهذا الوقت اتزامنت مع أحداث كثيرة وأهمها هو انتهاء ولاية ترامب وتنصيب بايدن دوات التنفيذية للتطبيق السياسات الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية خصوصا إذا ميزنا السياسة الجمهورية عن السياسة الديمقراطية ممكن يعني تقصد به سياسي ممكن تكون به رسالة نعم بالتأكيد يعني مثلا انت تحدث عن أقل من 24 ساعة من تنصيب بايدن ما الذي سيحمله بايدن إلى المستقبل العراقي أمريكا لها علاقة بالموضوع نعم أمريكا من بعيد أو من قريب لديها أثبار والله إذا الديمقراطيين الأمريكان مفجرين هو منسح الروح بالطين وزحف زحف حتى يبارك البايدن جدتي له هذا أبو راس وجماعته بس ما دام أمريكا وراء الموضوع أنا عندي خطة نحتل بها أمريكا حتى بعد ما نسوي لنا مشاكل الخطة كالآتما لك هذا السيد سيدنا يا نور العالم لك هاي وإن أنا بجمورية؟ يعني العراق كل لدي شوفني ركز خويني ركز خويني وراك خطة تسويها يلا واحد ثنين ميوزيك خنس ألف خطة احتلال الولايات المتحدة الأمريكية باوع خويني المشاهد مبدئيا عندي أربع مستدسات وأكيد هالعدد مكافي لإحتلال أمريكيا فالمنفروض نروح نشتري أسلحة أدري بيك راح تقول منين نجيب موازنة حتى نشتري بيها أسلاح فالهذا السبب أنا نفكر بالحل الحل أنه نداين هاي الفلوس من أمريكا وتحديدا الفلوس اللي تداينها الحكومة العراقية لإكمال الميزانية العسكرية إيش لون؟ أنا أقلك نسافر الأمريكا ومقضين ويانا أسلاح بالدين من غير دولة وباب المطار يجي حمودة بتكسي لأن ما نندل نستلم القرض منها نسدد الدين مع الإسلاح منها ونعلن ساعة الصفر لإحتلال أمريكا ورمبر خويني المشاهد نوراشن شتتوقع مثلا أكيد تغريدة من السيدي منع بيها محاربة الأمريكان والكتائب هم راح تعترض لأن اللي يضرب الأمريكان جماعات لا تمثلون ولا تريدوا الخير للعراق الخلاصة خويني المشاهد اف بي آي اوبناب وتفشل الخطة ونروح عشرة ماي واحد لبن وذول اللي قدامكم راح يتحالفون ويا الأمريكان ويرحبون بجو بايدن فنذب الخطة بالزبالة وختوة الآن سأل خطة وراحت الردف تهم شلون الأمريكان هم اللي وردت المجيب فإن الولايات المتحدة المتواجدة في سوريا وقاعدة التنف قد حصلت على الدواعش من سوريا ومن قوات الكردية قصد ونقلتهم إلى مراكز التدريب وقسم منهم عيدة تنظيمهم وادخلوا إلى العراق مرة أخرى للإثبات الدور الأساسي والوجود الحقيقي لداعش داخل العراق ولتهديد الأمن العراقي وهذا رد على محور المقاومة الذي أظهر حضورا فاعلا في الساحل العراقية في الأيام السابقة هذه رسائل إلى هذا المحور إلى محور المقاومة على الصعيد الداخلي ومبرر أساسي لبقاء القوات الأمريكية في العراق كلام سليم كلام سليم جدا بصراحة الأمريكان جابوا عناصر من داعش قريب الحدود العراقية وعناصر داعش عبروا للعراق متفقين وهذا يعني أنهم وراء التفجير الأمريكان متفقين 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 إذا متفقين على هاي الحقيقة تعالوا متفق على حقيقة لخ حسن نصر الله قبل ثلاث سنوات إش جاب بالباصات ودبع الحدود العراقية تايرات رقي هاي الباصات اللي بيها دواعش شنو كان ما أخذهم شركة سياحة وسفر لو جاي يراويهم الآثار دي الله روح حيرب هاي السالفة علي موحي تونس بيها دبر لك فايدرقعة زيانة للسيد ليه حبيل مقارمة يعني حتى نبينها نقاقة شوفو لكم غير سالفة لأن هذه السالفة افترت على سيد المقاومة حسن نصر الله وإحنا هنا ما بيني حين المشاكل شوفو لكم غيرها اتهم وغير دولة حسب المعلومات أنه الانتحاريين مو عراقيين ويحملون الجنسية العربية احنا نجزم بأنهم مو عراقيين لكن اللي آوى واللي أطعم واللي دلة واللي وصل أمنيا أولا ليسوا عراقيين قدرت التحقيقات أنهم مواطنين عرب اليوم الكل يشير إلى الخليج إلى السعودية هناك هاشتاك تصدر في مواقع التواصل الاجتماعي واحتل المراتب الأولى يتحدث عن أن هذا الانفجار هي أحزم مناسف قدمت من السعودية شا عندنا هسا انتحار قادم من السعودية خوش احنا نسوي خطة الاحتلال السعودية حتى بعد ما يجون انتحارين يفجروا نفسهم يمني خطة احتلال السعودية أقول لك أنت مو قبل شوي فشة الخطة مالتكش عندك هالمرة ما تقلي باو عخويني أنا إنسان أتعلم من أخطائي هي صح رح تفشل الخطة بس جيب خشمك وخنسولف اللي رح نسوي عزيز المشاهد أنه رح نعوف الإسلاح وناخذ علي المحمداوي ومقتدى الصدر وعبد الرزاق الشمري ويتش لما أكيد ما تكمل بدون قيقه أما بالنسبة لللي رح يسأل ليش علي المحمداوي فمعروف يعني هو متحلف يشيل الكعبة مش يتلف سنين أما بالنسبة للخطة فاركزوا إياي انطب للسعودية من عار عار وإحنا دا نمشي عبد الرزاق حيشوف وحده ويقول ويعوفنا ويركض وراها يبقى السيد مننا وقيقه مننا وعلي المحمداوي بالنص وفي هذه اللحظة التاريخية المملة عزيزي المشاهد علي المحمداوي رح يذكر قصيدة الشهيرة القصيدة اللي راد بيها يهدم السعودية مرة بشف السيد ومرة بشف قيقه فهنا خوينا يحير يهدم السعودية بشفنه يقول بشف السيد قيقه يزعل يقول بشف قيقه السيد يزعل الخلاص عزيزي المشاهد رح يسير عركة وتفشل الخطة ونروح بيها عشرة مية واحد لبن ونذب الخطة بأقرب صبار وخطة خلاص هاي الخطة فشلت اخوان الانتحار السعودي مو ومو وشي سوي السعنة؟ فيما يخص للصورة اللي ظهرت الانتحاري على اساس ان السعودي وجه نفذ هذه غير صحيحة تمام لانه هذا الانتحاري نفذ عملية انتحارية في السعودية سنة الـ 2015 طيب وهذا موثق وموجود يجوز أبوعث من جديد يا أخي لعدوا وردتوني ويالعالة ومسوي خطة واحتلال صار لساعة اهنا قاعد أخيك انقرب شرلك هولمز مع الخطط ناب اليوم مع الحروب عسكرية صارت لحظة شواني هم عربانة وشو كنت لحق يعرفون المفجر نفس هذا من يا جنسية حتى مسرح الجريمة غسله ورساعة ونصف ما احد لحق يجمع اي دليل المحققين اجوا بموقع الحادث يجمعون وين صار الانفجار بالضبط ما يدرون انغسل الشارع ورساعة ورجعت البسطيات وقام موازعون الثواب ورجعت الحياة الطبيعية زين شوفونا دولة الاخورة التفجير مو معقول بس امريكا والسعودية خيط لخ خيط لخ بالاضافة الى داعش هذا داعش انا اسمي داعش الايراني هذا داعش الايراني الان هو يستغل شغلتين يستغل الحكومة التي جاءت بغير اتجاهات ايران وهي حكومة السيد الكاظمي هذه التفجيرات عن ايران التفجيرات شنو؟ ما شنو؟ ايران هاي الافعال افعال ايران والادوات ادوات ايران حلو إيران احنا نسوي خطة الاحتلال إيران وهي كافي الخاطر الله ايش هدتي مسلمت كافي الخاطر الله بداعت الله إذا الله عنده خاطر يهمكم كافي ايش دهت الحبي دخلي حر الناشطين أول اهو ايجا طاري إيران ايجا طاري إيران يلا حبي محور المقاومة يلا طبوا لتوتر يلا با با يلا 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 حبي اطلعوا بالتلفزيون مارسوا عملية التنفيذ الطائفي لأنه هم عقوله يجي حادث يمر مرور الكرام بدون ما يطلعون به هذا الـ كله هذا الـ انا اردأ سمعه هسا لأنه أنا متأكد انه الـ اللي صار وراء هذا التنجير من قبلكم يلعب ستين نفس انطلق حبيبي الارهاب داعشي تحديدا هو هوتة سنية بالنهاية اقسم بالله كل الدم شيعي اذا مؤكو ارهابي سني عراقي وفر لي الخرائط شو اداء تسعة و سعين بالمئة من عدم شيعة والألس لو صار بغير منطقة نعلك مناطق شعية بأن استهدفت بهذه التنجيرات لكنه لو نرجع على المناطق السنية قليل ما نلاحظ انه التنجيرات انتحارية بيهن صحيح فعلا ما من لاحظ المناطق السنية بيهن في جاران بس شوية سياسيهم لعبوا بيهم طوبوا بمناطقهم فطبلهم داعش لمدة ثلاث سنوات لزم ثلاث محافظات و سوهم دروع بشارية خمسة مليون نازح عندهم مدنهم قاعدت بالقاع عشرات الاف القتلى من المدنيين النسوان والشباب و اطفالهم و هواية منهم رادوا يطلعون من مدنهم اللي تم احتلالها من داعش و كانوا قناصة داعش يقنصوهم من بعيد و يكتلوهم حتى يبقون دروع بشرية للتنظيم بداخل المدينة اللي ينهز من القناصة يعني يقدر فت من القناصة بالطريق ضربوا داعش هاوانات همات كم الف واحد انفقدوا قسم باستقلاوية قسم مدري وين يعني ما اي ما امينة من تعتبر امينة شو بحبي من 18 سنة لا الشيعي ولا السني ولا باقي المكونات كل العراقيين فقدوا اهلهم و ارواحهم و املاكهم لمختلف الاسباب ناس بالحروب ناس بالارهاب ناس بالاغتيالات ناس بالعبوات وسيارات المفقرة تضرب مدن بغداد و محافظات الوسط والجنوب و غيرها فهي سالفة نظريات السبع بسبع عيب بطلوهن لان اللي راحوا هذول ضحايا و شهداء و جرحى عراقيين و ناس خسرة و عزمة عدهم تحت هوية وحدة اسمها العراق و ما كو شي اقبح من تحويل الضحايا الى حلبة مع السباق منهم كتل اكثر و منهم مات اكثر و يبقى هذا السباق التفجيرات قبل الانتخابات حتى يرجع الاستقطاب الطائفي و يبقون يفوزون الفتح و الحزب الاسلامي و سامة النجيفي و الباقين و يقضون مناصب و وزارات اكثر و صعدهم و فلوس اكثر مع العلم نفس هذا الانفجار اللي قاعد يحشون به نفس هذا الانفجار ستشهدوا به اثنين اخوان اسموا علي و عمر بعد نسيت و شغله لازم تذبون التفجير براس المتظاهرين اللي صحوا الريد وطن اخو ما تعفون ايكي مناسبة بدون ما تستغلوها كل انواع الاستغلال الخايس حشاكم كل تأكيد الباب الشرجي و ساحة الطيران لقربها من يعني مصاديق الفتنة التشرين التي جرت فيه قبل اشهر امو البعض يصرح نريد وطن هذا الوطن هاللي يتعرض لهجوم داعشي وانكم روحوا لزموا بمكانهم اللي تردون وطن روحوا اوقفوا بمكانهم على الساتر محافظكماني صلى الله العظيم ايش يصير لازم ينذب براس المتظاهرين كثرة الذبان المتظاهرين الجوزة تفصل المتظاهرين البق بالصف المتظاهرين زيارة تشفتوا هذا الشيطة شلون بارد وشون قد للعالم المتظاهرين شعرفكم قبل تشرين هم ما كويتي بارد كلهم من المتظاهرين جابونا البرد ويجوي جوارينا ابو سيف طلق مارت تشرين متظاهرين بينه طابل كان يطلق قبل تشرين لا طبعا عركات هندرين ومارتن ولو اي متظاهرين حبيبي هم متظاهرين هذا الحجي نص المتظاهرين كانوا أصلا قاتلون داعش ومختلف القوات اللي قاتلت داعش وحتى الشباب اللي ما قاتلوا بالسلاح ابديت الفترة فهم أول الناس اللي صدوا للهجم الاعلامية مال داعش نفسها القنوات الغبية اللي طالعة تحتي عليهم وقاعد تتهم وتحرضوا وتسوي فتن بين الناس نفسها كوش ما عرف تسوي قدام الهجم الاعلامية مال داعش ظلوا صافنين يتوهو يطلعون واحد جريذي يا جريذي جريذي داعش جريذي واللي ما ساندهم أخوه مدري أبوه مدري خاله كانت عاركوية داعش الكوكب كل شانت عاركوية داعش تحالف دول ياكو يا ربك من وراء التفجير شو اللي أصوها أمريكا والسعودية وإيران المتلاهرين من وراء التفجير بالله فضوني راح أطلع الباس أبو الخيط مو بس خيط من وراء التفجير أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم الإرهابي الذي هز بغداد العاصمة تبني داعش للتفجيرين الانتحاريين التنظيم الإرهابي قال في بيان نشره على أحد المواقع التابعة له إن أحد عناصره المدعو أبو يوسف الأنصاري فجر حزام ناسفا كان يرتديه في ساحة الطيران يعني هاي الخيوط كلها انذبها بالزبالة وهاي العركة كلها والاستقطاب الطائف اللي يسوها كلها وهم وراء الخيوط وعملية نفذها داعش وتبناها داعش وطبعا لو ما متبنيها داعش شان يبقون يتعركون لي حد الآن واحد بها اللاخ الثورة كل هذا اللغوة نجري الجواب الحقيقي على سؤال ليش تصير هاي التفجيرات قبل كل انتخابات ومنه أول واحد لازم يتحاسب على هاي الخروقات الأمنية قد تأخذ جزء من هذه التفجيرات طابعا سياسيا يعني في قضية الرصيد الانتخابي أو عملية كسب النقاط اتجاه الخصومة السياسية لأن في العراق الكل ضد الكل ونالك كتة سياسية تعتقد أنه لن يكون لها حيز في المستقبل القريب وهس صار الوقت نرجع للتفجيرات والانتحارين والفواتح والحزن لأن الأخوان عدهم انتخابات ما نجح تبديهم قضية الانتخابات المبكرة تتذكر انتخابات مبكرة مبكرة أجلت الانتخابات واستعجلوا بالتفجيرات كل ما جرى من 2003 من أعمال إرهابية له جذر سياسي بعض الجهات السياسية كانت مشاركة بشكل مباشر في صنع العبوة في نقل العبوة في تفجير العبوة في القيام بالدعم اللوجستي الدعم المالي والتمويل وكثير منهم وهذه موجودة الملفات في وجارة الداخلية بالضبط وهذا الجواب الحقيقي لكل الأسئلة التي تنسي لحول التفجيرات والخروقات الأمنية وسقوط المحافظات ونزوح الملايين ومقتل عشرات الآلاف المبدأ واضح وبسيط حتى تفهم من اللي داي يصير دور على المستفيد على المدى الطويل من اللي داي يصير حاليا المستفيد اللي دايكث الرصيد السياسي والانتخاب بسبب هاي الأحداث البعض من الكتل السياسية والأحزاب خسروا هواية من رصيدهم بالفترة الفاتت بسبب ثورة تشرين وما قبل ثورة تشرين وما بعد ثورة تشرين فرجعوا يبدو رجعوا للأسالي بالقذرة والقديمة اللي هي أكتل هذا وأكتل هذا وأطلعني البطل المحامي عن الطرفين أو عن الطرف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر